كيف تكون خطوات المهاجر الجديد إيجابية ليتمكن من الاندماج في النمسا؟ أول مسألة أخي الفاضل تعلم اللغة جهد الإمكان ثاني شغلة أن يكون محور حياته هي النمسا يعني يتعلم أن يكون متمتع بوجوده في هذه البلد يحتم سياسيا بأمور هذه البلد أكثر من يحتم سياسيا بأمور بلده الأم إذا استطاع أن يتصفح الصحافة النمساوية والإعلام النمساوية أن يمارسها أن يستطاع أن يسمع الأخبار النمساوية أخبار البلد وليس الأخبار العالمية التي تخص البلاد الأخرى هذا هو محور حياته كلما استطعت أن تكون سعيد ومرتاح وهذا هو محور حياتك كلما كان الاندماج جابي لذلك المشاركة في فعاليات الجيران فعاليات المدارس فعاليات العمل إذا اشتغلوا ذهبوا أصحابه يوم الماء للعشاء أو طلعوا يخرج معهم يذهب إلى السينمات النمساوية يعني أنا دائما أترجم كون في كونتاكت يعني مع أترجم الاندماج هي المشاركة شارك على جميع العصدة مثل الآن حتى الآن أن تكون هناك إعلام هذا أيضا نوع من الاندماج لأنه مشاركة في المشاركة العلامية المشاركة الاقتصادية الفنية العلمية السياسية كل هذا اندماج أما أن تكون جالس هنا ولا يهمك هذا البلد أن تأتينا الآن كثير من هذه السئلة لماذا لا نستطيع أن نعمل امتحان سواقت السيارة باللوع العربية طيب لماذا لا تتعلم الألمان الذي تعمله بالألمانية تماما نعمل حياتك هاي نعم بالضبط فهذا كلما تأخر الإنسان ولم يسلق هذا الطريق كلما ستصيبه الكآبة فهو يفشل في حياتي هنا ويفشل فيه رحيب أغريب لأنه يكون سعيدا في تواجده في هناك ناس يعيش عشرين سنة لا يعرف من هو وزير التعليم لا يعرف من هو عمدة مدينته لكن يعرف من هو وزير خارجي جيبوتي هذه صراحة أمور غريبة جدا فالأفضل التحول مركز الحياة تكون هنا ولا ضار أن تكون هناك لسه هناك تعاطف وعلاقات مع البلد الأم لكن تصبح هذا هي رقب واحد والبلد الأم تصبح رقب اثنين